موسيقى جمعية طرابل الشرياط المعروقي نتأسس السنة العلفان وسبعة بانتفاق بين مجموعة شباب وصبايا قررنا أنه نأسسها النادي هذا والجمعية لحتى نوفر مساحة ومجال لأشخاص اللي عندهم إعاقات وغيرهم كمان أنه نميس وكذا نوع رياضة بالأساس لحنا باسكت بول على الكراسي المتحركة ولكن في عنا نشاطات تانية وأهمها مجموعة العدائين الجازات لحنا يعني سنة الألفين بأول بطولة رسمية للبنان أخذنا بطولة لبنان وبقيت معنا لسنتين 2004 ومن وقت توقف النشاط الرياضي بلبنان ما في غير لحنا ومجموعة صغيرة تانية يكملنا بنائل عليه اللي احنا عم نشتغل كتير تمكين ودمج وإعادة دمج وحتى دمج بالمقلوب يعني نحنا استوعبنا الأشخاص اللي ما عندهم إعاقات الأسوية بالنشاط طبعنا صار عنا عدد كتير كبير من كل الأعمار وبمشاريعنا عم نشتغل على تمكين الأشخاص اللي عندهم إعاقات بالبيئة تبعتهم فألفنا فرق من الأصدقاء السورية اللاجئين وكمان مجموعة من الأصدقاء الفلسطينية كمان اللاجئين فلسطينية أنا جانا مساوي البلعب بالTDSA اللي هي رياضة جمعية طارابلس رياضية المعواقين صار لي بلعب معهم سنة ونوص أنا القصة بلشيت أني أنا كنت بلعب رونينج باسكبول يعني أنا الحمد للشخص السوي وبقدر كون مثلي مثل أي حدا بس أنا حبيت لما سمعت إنه في شيء اسمه ويلد شار باسكبول حبيت جرب الموضوع وندمج وإنه عيش اللي بيعيشو غيري أن يكون بهذه الجمعية شيء كتير منيح وصراحة أنا بفتخر بهك إنجاز أن يكون عمساعد للأشخاص اللي عندهم حاجات خاصة يكونوا يندمجوا بالمجتمع أكتر ويحسوا حالهم إنه مثلهم مثل أي حدا تاني اشتركوا في القناة